اشتركوا في القناة مشيرا سمو إلى أن هذه الخطوة تمثل عكاسا للعمال العدائية التي قامت بها قطر تجاه الدول الخليجية والعربية وتمثل خطوة مستحقة ضد جهة معايدية تكرس جهودا لضرب الاستقرار العربي ودعم الارهاب وحمايته والعمل على بث الفرقاء وضف سمو في برقيته أننا جميعا نقف إلى جانب جلالتكم وأخوانكم في الخطوات التي تم اتخاذها تجاه قطر التي تؤكد اهتمام جلالتكم بتعزيز الأمن الوطني للمملكة وللأشقاء العرب ونرفض في ذات الوقت أشكال العبث بالأمن والاستقرار التي تقوم بها قطر ودعمها للتنظيمات التي تحاول زعزعة الأمن في المملكة والجماعات الارهابية التي عاتت فسادا علاوة على دعم الجماعات الارهابية التكفيرية من تنظيم القاعدة وداعش وميليشيا الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين كما بعث سموه برقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أيد من خلالها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المقر بقطع العلاقات مع قطر بعد أصرارها على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الارهابية المسلحة وتوميل الجماعات للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين كما بعث سموه أيضا برقية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد من خلالها وقوفه إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر بعد أن أقدمت على انتهاكات كل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو الالتزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة ودعمها للجماعات الإرهابية التي عانت منها الدول العربية